مؤتمر صحفي مهم عقده رئيس اتحادي كرة القدم عبدالخالق مسعود في بغداد تحدث فيه عن خطط الاتحاد للمرحلة المقبلة بعد صدور قرار رفع الحظر الدولي مشيرا إلى استمرار الجهود لرفع الحظر عن جميع الملاعب عبر إثبات أهلية العراق لتنظيم المباريات ليس في البصرة وكربلا وأربيل فقط بل لجميع المدن من أجل قرار دولي برفع شامل وليس جزئيا مسعود أردف أن التركيز سينصب على إقامة المباريات الودية في الأيام الدولية وتنظيم بطولة الصداقة الدولية في البصرة وإقامة مباريات الجوية والزوراء في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي نقيم خلال الفترة المتبقية في أيام بفدي لأنه تعرفون أنتم دولي إدنا دولينا لازم نكمل أيضا في وقت محدد ما يصيرنا يوميا ألعب منتقب أوقف الدولي تصنيفنا الآن الحمد لله جيدة أعتبرها جيدة 83 ولكن نحن طموعنا ليس 83 طموعنا أن نوصل إلى 40 و30 اتحاد الكرة شكر جميع المؤسسات التي أسهمت في قرار رفع الحظر الدولي مطالبا بالعمل كفريق موحد في المرحلة الجديدة بعيدا عن الخلافات والنزاعات التي بدأت تطل برأسها في العلاقة بين وزارة الشباب والاتحاد مستغرب للغة الجفاء بين الجهتين في يوم الفرح في يوم الاحتفال برفع الحظر يجب أن تكون هناك علاقة تكاملية بين الجهتين وليس الافتراق في يوم اقتسام الغنيم عنجازة هذه العبارة دعوات إلى استمرار الجهود لشمول العاصمة بغداد بقرار رفع الحظر وتعزيز الجهود الحكومية والرياضية من أجل نجاحات أكبر للكرة العراقية خطوات التي تمت لرفع الحظر الجزئي ممكن أن تكون هي نفس الخطوات التي ممكن أن نتابعها من أجل رفع الحظر الكلي تنتظرنا مهام كبيرة جدا بالمستقبل وأولها هي بطولة الصداقة الدولية اليوم الاتحاد عليه واجبات مهمة يجب أنه القيام بيها المباراة السابقة كانت تقام تحت شراف الاتحاد وتنظيم الاتحاد اليوم هذه البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي العاصمة بغداد تريد الانضمام لقرار رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية وجهود اتحاد كرة القدم منصبة لتعزيز هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة بما يؤمن رفعا شاملا للحظر عن جميع ملاعب العراق عدنا اللفتا الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر